موسيقى صباح الخير الأجواء المحتدمة بالمنطقة رفعت نسبة التوتر بين الأطراف كلها في زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لم تكن بزيارة عادية بل بزيارة تبنى الرواية الإسرائيلية لجريمة المستشفى معظم الدول الأوروبية والغربية والعربية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان أو التجنب السفر لإله وآخر المملكة العربية السعودية يلي طلبت من رعاياها مغادرة لبنان على الفور ويبقى السؤال هاللبنان على أبواب الحرب مع إسرائيل هذه الأسئلة وغيرها راح نطرحها لضيفنا الصحافة علي حمادي بهالحلقة من بريس ريفيو لليوم الخميس 19-21-2023 وإضافة للاتصال الهاتفية راح نكون بجولة على آخر العنوين العاليدة اللي تصدرت أبرز صحف كما أنه من كف حلقتنا بفقراتنا المعتادة البداية بفقرة اليوم في التاريخ مثل هيدا نهار من العام 2018 أعلنت المملكة العربية السعودية مقتل الصحافة جمال خاشغجي بقونسوليتا بتركيا من بعد ما اختفى لكم يوم من بعد دخوله إلى هالبلد أما هلأ منبدأ جولتنا على أبرز عنوين الصحف البداية كالعادي بتكون بجولة على عنوين جريدة النهار طبعا اليوم الصحف المحلية والعربية بمتابعة للحرب الإسرائيلية بايدن في إسرائيل يتبنى رواياتها عن مجزرة المستشفى المعمدني أيضا بعنوين الصفحة الأولى فيتو أمريكي على مشروع هدنة إنسانية في مجلس الأمن نتنياهو يسمح بمساعدات محدودة لغزة من مصر من ضل بالصفحة الأولى ومتابع بالعنوين الجبهة الثانية تصابق دعوات السفرات إلى الترحيل السيسي تهجير غزة إلى مصر سيعني أمرا مماثلا من الضفة إلى الأردن منظمة التعاون الإسلامي تندد بالحصانة الممنوحة لإسرائيل في حرب غزة ننتقل من الصفحة الأولى إلى الصفحات الداخلية بالبداية نشوف أسرار الآلهة علم أن الرسالة الجدية التي أبلغتها وزيرة الخارجية الفرنسية إلى الرئيس نبيه بري تمت بعد الاجتماع الرسمي اذ طلبت لقاءه على انفرار مدة خمسة دقائق ومن دون المترجمة خرج بعدها بري عابق الواجه على ما نقله الأعلاميون يشكو مواطنون من تكلفة بعض الخدمات التي يؤمنها شقيق أحد الوزراء لقاء بدل مرتفع وإلا فالتأخير والعرقلة نشب خلاف جبيلي في وجهة النظر حول مؤتمر عن الحوار والأخوة ولم يعلم إذا كانت الظروف أم الاعتراضات أدت إلى إرجاءه لموعد لم يحدد لوحظ أن أعداد المغادرين أخيرا عبر مطار رفيق الحرير الدولي تفوق ضعفي العائدين ربطا بحرب غزة والقلق من فتح الجبهة الجنوبية هذه إذن كانت أسرار الآلهة أما بعض العنوين والمقالات الصادرة لليوم لبنان لا يتحمل الحرب ولا استنزافه إذا طالت هذه بالتحليل السياسي بألم روزانة بمنصف أما اليوم بالموقف بالنهار وحدة السلطة وحماس والعرب تحيي عملية السلام كتب ساركيس نعوم منتبع أيضا ببعض العنوين والمقالات حزب الله لن يقبل بمشهد كرباخ في غزة والشوط الأخير لنا المزايدات الداخلية حول الاتفاقات مع إسرائيل في انتظار ساعة الحسم غياب الرؤية لحل دايما بالنهار ومن كف أيضا بالعنوين هل يعد الحزب الله من أدائه الميداني بعد مجزرة المستشفى أما غسان حجار فكتب ماذا بعد 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 غزة نوصل إلى المقال الصادر لليوم للصحافة علي حمادي إذا تورط لبنان في حرب فسيبقى وحيدا هذا عنوان المقال لنعرف تفاصيل أكتر بينضم لألناء الصحافة علي حمادي صباح الخير صباح النور استاذ علي معظم الدول الغربية والعربية طلبت من رعايها مغادرة لبنان أو بالأحرق التجنب السفر لألوة آخر كانت المملكة العربية السعودية اللي أصدرتها الأرار بعد لقاء وزير خارجية طبي وزير خارجية إيران هل بيعني هذا الشيء أنه معقول إيران تكون بلغت السعودية عن ضربة محتملة من لبنان على إسرائيل قد تشعل فتيل الحرب ما أعرف إذا أبلغوا المملكة العربية السعودية لكن كل التقديرات تشير بأن لبنان يمكن أن ينزل إلى حرب مع إسرائيل هذه هي نقطة أولى النقطة الثانية هي أنه مزيد من الدول في المملكة المتحدة يعني بريطانيا بعد نص ليل أصدر التحذير اللي يرعيها بعدم السفر وأيضا بالمغادرة والحبل على الجرار نعم نحن على حفة حرب يمكن ننزلق لحرب ويمكن ما ننزلق لكن نحن بوضع فعلا فينا نقول مثل اللي عم يمشي على خيط رفيع فوق الهوى وفوق الهوة اللي هي الحرب طيب بالعودة لعنوان المقال لماذا برأيك سيكون لبنان وحيد بحال دخل الحرب وإن الدول الداعم لأقلهم مثل الدول الخمسة الكبرى بإسناء الولايات المتحدة أيضا يعني موقفة واضح وهي بتدعم إسرائيل الموضوع بيتعلق بلبنان وسيادة الدولة اللبنانية والقرار اللبناني إذا دخل لبنان للحرب أو تورط في هذه الحرب فسمت من سيكون هو من ورط يعني حظم الله يكون هو ورط لبنان بالحرب لأن المستوى السياسي بشكل عام لا يريد الحرب معظم الشرائح اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية والناس بلبنان ما بدهم حرب بدهم طبعا هن متضامنين إلى أقصى الحدود مع الشعب الفلسطيني مع أهل غزة مع ضد هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الأطفال النساء الشيوخ طبعا وضد هذا الشعب اللي بالنتيجة هو شعب واقع تحت الاحتلال لكن لبنان غير قادر على اتخاذ قراراته بمفرده في قرار أعلى من قرار الدولي ومن سيادة الدولي ومن المرجعية الدولي اللي هو قرار حزب الله اللي عمليا عم يفرجي كل يوم منذ 12 يوم أو 13 يوم اليوم صرنا من بعد عملية طوفان الأقصى كل يوم بيثبت حزب الله أنه هو صاحب القرار وهو اللي بيقدر يخذنا على الحرب أو بيقدر يجنبنا على الحرب هذا الأمر بيخلق مضاعفات بعلاقاتنا الخارجية أولا في تجربة الـ 2006 تجربة الـ 2006 مثل ما الكلب يعرفو هي تجربة الحرب التي ثيق إليها لبنان سوقا من خلال العملية التي قامت قام بها حزب الله على الخط الأزرق قتل وخطف جنود إسرائيليين خلف الخط الأزرق ثم انفجرت الحرب لكن كان في دول عربية وكان في دول العالم كانت لتزال إلى جانب لبنان وتؤمن بأنه هذا البلد يعني يجب أن نكون إلى جانبه لأنه هذا البلد فيه دولي فيه مشروع سلام فيه مشروع محاولة لعيش مشترك محاولة للانطلاق نحو المستقبل اليوم عم بيثبت الوضع أنه نحن ما منا بهالوضع ما حدا مستعد أنه يوقف حد بلد بالنتيجة مخطوف قراره وما حدا رح يوقف بعد الحرب إذا دشبت الحرب خلف بلد بالنتيجة لدفع أموال لإعادة أعمار ما سوف تهدمه هذه الحرب إذن فيه موقف سلبي من الموضوع اللبناني ولا سيما أنه عم بيبين أديش الدولة اللبنانية والحكم اللبناني والطاقم الحاكم مستقيل من أدنى واجباته حيال قرار الحرب والسلم وحيال سيادة الدولة فوق الجميع وإذا يتبين أنه في مرجعية فوق الدولة وفوق الجميع طيب أستاذ علي بقراءة لكلام الرئيس الأمريكي جو بايدن هل برأيك أعطى إسرائيل الضوء الأخضر بالاستمرار بالعملية العسكرية والدخول برا إلى غزة وشو ممكن تكون الرسائل اللي أراد أنه يوصلها إلى حزب الله كمراقب يقيني بأنه العملية البرية هي في طريقها لأن تبدأ يعني أصبحنا على مسافة قصيرة زمنية قصيرة من بدء الاجتياح البري أو محاولة الاجتياح البري لغزة هل هذا يعني بأنه طريق الإسرائيليين مفروشة بالورود في غزة أعتقد أنه الأمر سوف يكون مغامرة كبيرة للجيش الإسرائيلي قد يفلح فيها وقد لا يفلح قد ينجح وقد لا ينجح قد يحقق مجاحات محدودة وقد يتعرض لضربات كبيرة يعني هذا الأمر بعده مش معروف لأنه طبيعة الأرض بغزة مش معروفة إنما ما في شك أنه الأمريكيين وقفين خلف الإسرائيليين لحماية ظهر الإسرائيليين بداية هذه الحماية ومنطلق هذه الحماية هي الجبهات الأخرى خارج فلسطين خارج غزة وخارج الجبهات الداخلية داخل إسرائيل وبالتالي تدخل حزب الله وتدخل الجبهة الإيرانيين عبر الفصائل في سوريا وغير سوريا سوف يواجه أيضا من الأمريكيين وحتى حلف الناتو بشكل عام سوف يكون موجود بهذه المعركة إذن نحن يعني بلبنان مصلحة لبنان هي الوقوف إلى جانب الفلسطينيين وإلى جانب قضية الفلسطينية أما التورط في الحرب فخلي غيرنا يتورط بالحرب خلي مصر يتورط بالحرب خلي الأردن يتورط بالحرب خلي الدول العربية الكبيرة اللي عندها جوش جرارة هي تتورط بالحرب مش لبنان يكون دايما هو مكسر العصى وهو اللي عم يجره جر على محلات غالبية اللبنانيين وأنا لا أقول كل اللبنانيين غالبية اللبنانيين يرفضون أن ينزلق لبنان إلى حرب وخصوصا أنه على الكتف حمال ما صيبنا أكبر من أنه نقدر كمان نتحمل حرب جديدة وآلام جديدة وأموات وقتلة وشهداء والبدكية وتدمير أكتر ما نحن مدمرين نعم على أمل أكيد أنه ما نوصل إلى هالمرحلة أستاذ علي أميدي شكرا لألك على هالمدخلة منتابع جولتنا ومننتقل من النهار إلى اللواء بقراءة أيضا لأبرز العنوين بايدن يواجه العالم الإسلامي ويدافع عن همجية إسرائيل إغداقوا السلاح على دولة الاحتلال وإغراءات مالية أمريكية لتهجير سكان غزة إلى سيناء لبنان بلا غطاء وحسابات الحرب على الطاولة اشتباكات الجنوب تتصاعد وسفارات لمغادرة رعاياها فورا من الصفحة الأولى مننتقل إلى الصفحات الداخلية بالبداية منشوف أبرز مورد بفقرة همس خلافا لما هو سائد المعلومات تتحدث عن مقاربة تفصيلية بين وزير من المحور وقيادي حزبي رفيع لما يمكن أن يترتب عليه توسع العمليات الحربية تتقدى بعض المصارف عمولات عن بعض الخدمات مرتفعة لدرجة تتخطى ما تتقداه الشركات الخاصة للخدمات نفسها تسجي تأكيدات على المواطنين في الجنوب لعدم ترك منازلهم ولو بقاء رمزي في المناطق الحدودية لأسباب ديموغرافية وميدانية هذه كانت الأسرار السياسية جولة أيضا على بعض العنوين الصادرة لليوم التركيز الدولي على منع التدخل للحزب ولا حديث عن وقف للنار هل يؤشر الكلام الإيراني على حتمية الرد باقتراب موعد الانفجار ميقاتي اطلع على جهوزية الصحة لمواجهة أي طارق سفرات السعودية وأمريكا وفرنسا يوصون مواطنيهم عدم السفر بحبيب التقى نظريه السعودي والإيراني أيضا بالعنوين دور لباريس في منع زجي لبنان في حربي غزة أيضا بعنوين اللواء لليوم مواقف سياسية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مستشفى المعمدني في غزة أبشع صور الإبادة وجرائم الحرب بحق الأبرياء فهل يصح ضمير العالم بعنوين أخير باللواء لليوم الفرز لللواء الرئيس الذي يحظى بثقة حزب الله يستطيع ضبط الإقاع الانتخابات الرئاسية في الثلاجة والغموض يلف مستقبل الأوضاع هذه كانت جولتنا على اللواء من اللواء إلى لوريان لوجور الصدرة باللغة الفرنسية طبعا بترجمة لا عنوين مجزرة الأهلي الشارع العربي حسم أمره طفان الأقصى هل خيبت حماس أمال حزب الله الاقتصاد اللبناني ضحية للحرب على غسة قبل ما نتابع جولتنا على بيئة الإصدارات فاصل أول بحلقتنا ومنرشع ترجمة نانسي قنقر عود إلى متابعة جولتنا على أبرز إصدارات الصحف منوصل إلى نداء الوطن بقراءة العنوين الصفحة الأولى تظاهرة عوكر انتهت إلى تخريب وتصعيد الجنوب شمل القطاع الأوسط السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا عقوبات أمريكية على حماس وطهران بايدن يبرئ إسرائيل ويغطي حربها ما علاقة إيران بتزايد التهديد الإرهابي في بريطانيا اليوم نداء الوطن اختارت الصورة الرئيسية من صورة الاحتجاجات يلي حصلت مبارح بمحيط الصفارة الأمريكية وتحديدا هايدي الصورة تظهر المحتجين وهنا عم بيقوموا بحرق مبنى جالوري الحاج قرب الصفارة الأمريكية هايدي كانت جولتنا على الصفحة الأولى مننتقل من الصفحة الأولى إلى الصفحات الداخلية بالبداية نشوف أبرز مورد بفقرة خفايا رفع ديبلوماسيون تقارير إلى دولهم مفادها أن حزب الله يأخذ في الاعتبار الاعتراض اللبناني الجارف من كل الأطياف على فتح جبهة الجنوب والانخراط في حرب كلفتها ستكون كبيرة على جميع اللبنانيين لذا يحسب ألف حساب لكل قذيفة أو صاروخ يترادد أن الطاقم الدبلوماسي لدولة عربية غير خليجية يضع خطة إجلاء لمواطنيه لمواجهة أي تطورات دراماتيكية أيضا بالخفايا يقال أن وزيرا يحمل زميلا له يفترض أنه جرت تسميتهما من الفريق السياسي ذاته مسؤولية تسريب بعض المحادثات التي تجري عبر الواتساب ضمن المجموعة الخاصة بالوزراء هذه كانت الأسرار السياسية من ضل بالصفحات الداخلية بقراءة لبعض العنوين الحكومة تواجه تحذيرات الغرب وتستعد للأسوأ جعجع يعزي عباس والتيار يرفض نصائح حماس موسكو تنبه لبنان من حرب مدمرة والعين على إيران المعارك تسخن الخط الأزرق من ضل بنداء الوطن أيضا بأبرز العنوين الصادرة لليوم الغاضبون يعكرون ساحة عوكر والجيش يفرض الهدوء القرم يقزم الديوان ويلجأ إلى مجلس الوزراء إما التحالف الفائز في البريد وإما الخراب منتابع جولتنا ومننتقل من إيداء الوطن إلى جريدة الأخبار أيضا يلي عنونة المقاومة دخلت الحرب ضمن غرفة عمليات مشتركة مساعدات مقننة إلى القطاع والغضب الشعبي يتصعد من الأخبار مننتقل إلى جريدة الشرق أيضا بقراءة العنوين صفحة الأولى بايدن يغطي فشاله بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين حركة حماس من نقابة الصحافة مجزرة فاشية بشعة ارتكبها الاحتلال في غزة المقاومة تهاجم مواقع إسرائيلية بالصواريخ أيضا بعنوين الشرق وقفات تضامنية وتنديد بالمجازر الإسرائيلية في غزة علاوي عبارات الإيدانة أصبحت عاجزة أمام حروب الإبادة أيضا اليوم بالافتتاحية كتب عوني الكعكي من مجزرة دير ياسين إلى قانا إلى مستشفى المعمداني هذه هي حقيقة إسرائيل منتبع جولتنا ومننتقل من الشرق إلى الديار أيضا لنشوف أبرز معنون بصفحة الأولى العالم يقف على قدم واحدة والساعات المقبلة حاسمة وغزة لن تسقط جبهة الجنوب ستفتح للتنظيمات الفلسطينية واللبنانية والجماعة الإسلامية تقصف المواقع الإسرائيلية كل أمريكا في إسرائيل السيسي يهدد بالحرب وسلسلة عمليات نوعية للمقاومة منتبع جولتنا لنوصل إلى الشرق الأوسط وأبرز عنوين بايدن يبرق إسرائيل وثغرة في الحصار مطالبة إسلامية بوقف فوري للحرب ورفض مصري أردني لمشاريع التهجير وفشل قرار إدانة في مجلس الأمن قصف لحزب الله يرفع صقف التهديد إذن بعنوين الشرق الأوسط وعنوين أخير الصين تشيد بمسار الحزام والطريق هذه كانت جولتنا على الصحف المحلية والعربية فاصل تاني بحلقتنا ونرجع إلى جولة على الصحف العالمية موسيقى نوصل إلى جولة على الصحف العالمية موسيقى بداية جولتنا من لوموند الفرنسية اللي عنوانت بايدن والسيسي يعلنان السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ننتقل من لوموند إلى لوفيجارو أيضا بترجمة لعنوين موازنة 2024 إجراءات مفاجئة تقلق الشركات منتابع لنوصل إلى The Guardian البريطانية يلي عنوانت لليوم الحرب بين إسرائيل وحماس معبر مصر وغزة سيفتح أمام المساعدات يوم الجمعة على أقرب تقدير حسب ما أعلن البيت الأبيض إلى Washington Post يلي عنوانت لليوم بينما تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل المنطقة تغلي ختام جولتنا على الصحف العالمية بيكون مع نيويورك تايمز يلي عنوانت لليوم بايدن يؤكد دعمه لإسرائيل والوسطاء في اتفاق مساعدات غزة أما هلأ منكون مع فقرة كاريكاتور كالعادة منبدأ بالكاريكاتور بجريدة النهار طبعا الكاريكاتور مستوحى من المجزرة يلي حصلت بمستشفى المعمداني واللي أغلب ضحيتها كانوا أطفال ننتقل من النهار لنشوف الكاريكاتور الصادر لليوم أيضا باللواء وعنوان الكاريكاتور بايدن يشبه 27 الأول بـ 11 أيلول هذه كانت الجولة على الكاريكاتور أما هلأ فمنكون مع فقرة أجندة اليوم على الساعة 10 ونص في جلسة للجنة المال والموازنة لدرس مواد موازنة 2024 على الساعة 1 وقفة تضامنية مع غزة وفلسطين بدعوة من تيار المستقبل بعكار وبالتنسيق مع دار افتاء وأوقاف عكار مما على الساعة 4 بيجتمع مجلس الوزراء بسراية الحكومة ونحن هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتلاقيكن الزميلة اللي تابيها أنتون بنشرة الساعة 8 الموعد بيتجدد صباح بكرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر